هذا العرش اللي تملكه لزعج النبي سليمان من هذا الخبر ولي قلقه ما شأنها هذا الملكة تملك كل وازم الملك وإن كانت مردية وعظمة عرشها ولكن ليزعج سيدنا سليمان أن هناك أمة كاملة منحرفة دينية وقائمة على الشر لكانت تعبد الشمس هنا نسأل عن كيف يشتر الأمر فيه على سيدنا سليمان إلا أنه كان فيه حكمة حكمة من عند الله النبي سليمان عليه السلام أرسل إلى بلقيس برسالة عن طريق الهدهد وأمره أنه يوصلها إلى الملكة وهي حاضرة بين قومها وحاشيتها حتى لا تتعرض هذه الرسالة للتجاهل أو الكتمان فرفرف الهدهد والناس ينظرون وعندما رفعت الملكة رأسها لما لها هذه كبريه اللي بعتها لها سيدنا سليمان فرما هاجتها في حجرها فلما رأت الخط في الرسالة شو ما راتحدت وقدت تقرأ الرسالة توجهت القوم تحقلت لهم يا أيها الملأ إني ألقي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم وبدأت تقرأ وش كان مكتوف الرسالة لو انت ذكاء هذه الملكة وهي بلقيس وحركتها لماذا وصفت الكتاب أنه كريم يقول المفسرون على شهادة السيدة هذه الملكة وصفت الكتاب أنه كريم لأنه كان عميق المضمور وكان حازم وكان وكأنه يأمورها كانت بطريقة إعجازية غير مألوفة لها إني كمالكة وعظمة عرشها عمرها بلتلاقات يعني برسالة من أي ملك الملوك مكتوبة بهذه الإعجاز بهذه الطريقة يعني اللي فيها قوة تعال مرسل لها فالمهم أنها بالحكم اللي كانت تشاور فيهم قالوا لها إحنا رجال حرب نعلن الحرب عليه لكن قالوا لها نتركوا القرار ليك النهائي واشترت بلقيس هي لم توافق رأيهم في الحرب رغم أنه رأي الأكثرية وش قالت لهم؟ قالت لهم الملوك يأسرون ويقتلون وإذا دخلوا قرية أفسدوها خافت على القوم ديالها بالقيس مشترت ما حبش تتورط بحرب فهناها بدأت إبان الذكاء التحة والفطنة التحة والحكمة التحة فأرادت تأكد من سليمان وحقيقة نواياه فكانت فكرتها أنها أرسلت إليه هدية يعني ذات شأن عظيم وقالت في نفسيتها وإلى قبلها فهذا ملك وإذا رفضها فينبغي علي التصرف بحكمة وعقل ورفض كما لبنا النبي سليمان عليه السلام لهدية هذه اللي رسلتها له بالقيس فهنا أخذت قرارا آخر يعني يبين الحكمة ديالها والرجاحة للعقل ديالها قررت الملكة هذه الحكيمة أنها تذهب هي بنفسها العنده ولما علم سيدنا سليمان عليه السلام بخبر ما جئها إليه قرر إحضار العرش ديالها هذا العظيم قبل ما توصل إليه يعني كانت عنده القدرة أنه ينقل العرشة عن الملكة السابق من مكانه إلى غاية القصر دياله فلما حضرت الملكة فسألها قالها هكذا عرشكي ماذا كان جواب هذا الملكة الحكيمة في غاية الدقة يعني والذكاء قاتله كأنه هو قاتله يشبه له بحبتش تقول إيه هو بالداد يعني كانت مترددة ويعني خلالها يعني مشهد إحضار العرش ويعني شافت باللي صح تأكدت أنه هذا العرش ديالها هذا الكورسي ديالها هذا الصور ديالها هذا الجنين ديالها هذا الخدامي ديالها هذا الناس اللي كانوا في القصر هما هما فهنايا اعترفت بأنها ظلمت نفسها وأعلنت إسلامها وقالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين يعني سبحان الله هذه السيدة اللي كانت عابدة للشمس انتقلت من الشرك إلى التوحيد واش اللي خلاها واش هو الجوهر اللي كان فيها وخلتها تنقل أمتها كامل يعني قومها كامل من عبادة الشمس إلى عقيدة التوحيد وأيضا الشجاعة تحى وما كانتش متهورة وأيضا كانت بينتنا الفرق بين الخوف والإحتيات كانت محتاطة وبين الجهل والحكمة كانت حكيمة فبفضل حكمتها وذكائها قدرت تنقل القوم التاحة كلهم من الشرك إلى التوحيد على هذه الجوهرة اللي حكيت لكم عليها نلاقيكم مردوة إن شاء الله في جوهرة جديدة صحف تركم والسلام عليكم اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر